محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرق قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط وذي كلمة ألها معبد بن أبي معبد لأبي سفيان بعد غزوة أحد فلو حبيب تعرف أكثر عن الغزوة وتكتشف بنفسك أحداثها بالتفصيل من بداية المعركة لانهايتها وتعرف كمان سبب هزيمة المسلمين ومقتل حمزة بن عبد المطالب والتمثيل بجثته وإصابة النبي وقتله لأبي بن خلف وزواج النبي من حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة يبقى لازم تكمل حلائتنا للآخر بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفاعد زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ويفن في الحلاء اللي فاتت عند تجهيز قريش جيش لقتال المسلمين حتى تثأر ليوم بدر يوم أن أذاقهم المسلمون مرارة الخزي والهزيمة وكان جيش قريش عدد تلت تلاف مقاتل وخرجت النساء معهم علشان تحرضهم على الحرب وتثير عزمتهم فوصلت الأخبار للنبي بخروج قريش للحرب فرد النبي وقال للصحابة إنه شاف رؤية وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده إن رؤية الأنبياء وحية المهم النبي حكى للصحابة مضمون الرؤية وقال لهم رأيت بقرا لي تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلمة ولما الصحابة سألوه عن تأويل الرؤية قال لهم إن عدد من الصحابة هيتئتل وكمان هيتئتل واحد من آل بيت النبي وتهى أشر النبي على المسلمين هل يخرج في مكان معين لحرب قريش ولا ينتظر في المدينة فرد علي عبد الله ابن أبي بن سلول إنهم يتحصنوا في المدينة ولو دخل المشركين للمدينة ساعتها المسلمين يتصدوا ليهم ويحربوهم والنساء والصبيان يقوموا برمي الحجارة على المشركين من فوق البيوت فدعم النبي رأي عبد الله ابن سلول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مش حابب إنه يخرج من المدينة ولكن أشرع لي عدد من الصحابة إنه يخرج لملاقات قريش خارج المدينة فاستجاب النبي لهم وأنبت جيز الجيش من ألف رجل من المسلمين ولبس النبي لباس الحرب وخرج بالمسلمين لمكان بين المدينة وجبل أحد واستخلف على أهل المدينة في الصلاة ابن أم مكتوم ولما وصل النبي لمنطقة جبل أحد خرج عبد الله ابن أبي بن سلول من الجيش هو وعدد من المنافقين وهربوا على المدينة وبدأ النبي أسم المسلمين وقال لهم إنهم ما يبدأوش بالقتال إلا لو المشركين بدأوا وجع الخمسين من الرما تحت قيادة عبد الله بن جبير وأوصاهم النبي وقال لهم إن رأيتمون تخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم وإن رأيتمون هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وأمرهم إنهم يطلعوا على جبل اسم جبل الرما بالقرب من أحد وبعدها بدأ يأسم النبي الجيش وأعطى اللواء إلى مصعب ابن عمير أما عن جيش المشركين فام أبو سفيان إلى تقسيم الجيش إلى ميسرة وميمنة فأعطى الميمنة لخالد ابن الوليد والميسرة لعكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان قائد على باقي الجيش وعلى الجانب الآخر أخذ النبي سيفه وقال للمسلمين من يأخذ هذا السيف بحقه فرد واحد من الصحابة على النبي وقال له أنا يا رسول الله وكان الصحابي ده هو أبو دجانة فقال للنبي وما حقه يا رسول الله فردع للنبي وقال له أن تضرب به العدو حتى ينحني وبالفعل أخذ أبو دجانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو دجانة رجل حرب وكان لعصاب حمراء بيربط بها رأس وقت الحرب ويمشي يتبختر بين الصفوف ويستارد قوته فساعتها النبي شافوا وقال للصحابة إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن وفي جانب جيش قريش آم أبو سفيان يحرد جنوده على القتال وآمت هند بنت عدبة هي والنساء اللي في صفوف قريش بقرأ الطبول وارتجال الأشعار اللي بتحرد على القتال وبدأت المعركة وحمى الوطيس وبدأ أبو دجانة يشيع القتل في صفوف المشركين للدرجة أنه كان لا يرى أحدا من المشركين إلا قتله وصادف أبو دجانة أحد المقاتلين المشركين على فرس وكان ملثم فجري أبو دجانة علشان يلحقه وأول لما وصل عنده وكشف عن وجهه تفاجأ أن الفرس ده امرأة من المشركين وساعتها ابتعد عنها إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صديقي عن حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه فأخذ يشيع القتل في صفوف المشركين وزي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن وحشي أمر سيده بقتل حمزة وفضل وحشي بيتحين الفرص لحد لما أتى الحمزة بن عبد المطالب كده تكون تحققت تأويل الرؤية اللي شفها النبي وهي استشهاد حمزة وأما مصعب بن عمير فزي ما اتفقنا إنه كان حامل لواء المسلمين في المعركة فلما اشتدت المعركة استبسى المصعب في قتال المشركين فشفوا واحد من المشركين اسمه ابن قمئة الليثية فأم ابن قمئة بقطع ذراع مصعب ولكن نفوض الحامل راية المسلمين بالذراع الآخر فأم ابن قمئة بقطع ذراع الآخر وبعدها أتلوا ولكن ابن قمئة كان معتقد إن مصعب هو الرسول لأنه ما كانش يشاف الرسول قبل كده فأشع خبر إنه قتل محمد بن عبد الله وبدأ يصيح ويقول قتلت محمدا وبعد استشهاد مصعب بن عمير أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي بن أبي طالب وأبلى علي بلاء حسنا في المعركة ولكن لما سمع المسلمون إشاعة مقتل النبي خافوا وترددوا واهتزت عزيمتهم في أرض المعركة وفي عدد منهم رجع على المدينة والباقي فضل صامت في المعركة وفي ظل معمعة المعركة كان في واحد من الصحابة اسم حنظلة ابن أبي عامر فأم حنظلة بقتال أبي سفيان ولكن شفهم واحد من المشركين اسم شداد بن الأسود فأسرع وقتل حنظلة وفي ظل حيم الوطيس رأى النبي مشهدا عجيب وهو إن حنظلة تغسله الملائكة في السماء فاستغرى بالنبي ولما بعث الأهل يسألهم قالت زكته خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ولما أشع المشركين خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يفروا من المعركة لأنهم ظنوا إن الرسول مات وكان في الوقت دا يحذب النبي صلى الله عليه وسلم عدت قليل جدا من الرجال ومعاهم امرأة وتكالبت المشركين ساعتها علشان تقاتل النبي وكان وقتها النبي بيقاتلهم علشان يدفع الأذى عنه وحاوط المسلمون النبي وفجأة أم عمارة اللي هي اسمها نسيبة بنت كعب شافت ابن قمئة جاي بسرعة على النبي علشان يقتله والنبي واتها كم جغول بمبرزة واحد من المشركين فوضعت أم عمارة اللي ثم على وجهها وأخذت سيف وبدأت تبارز ابن قمئة وده علشان تشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه لأنه كم جغول بمبرزة واحد من المشركين ولكن انكشف وجهها فتركها ابن قمئة وقال لا نحارب النساء فآمت ضربته ولكنه ضرب إيديها ووقع منها السيف وعدت تدفع فيها علشان ما يوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم فضربها ابن قمئة بالسيف على كتفها لحد ما برز عظم كتفها فشفها ابنها فجير بسرعة عليها علشان ينقذها ولكن في الوقت ده هرب ابن قمئة وأول لما شافت ابنها ألت له أنه يذهب بسرعة إلى رسول الله علشان يكف عنه أذى المشركين ويتركها شوف يا صديقي كان في صحابي اسمه أنس ابن النضر وكان لم يشهد بدر مع النبي لأنه كان مسافر ورجع في نصف غزوة أحد بعد إشاعة خبر مقتر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على المسلمين في المعركة فلقاهم جالسين فسألهم هم ليه جالسين والمعركة مستمرة فرد عليه وألول قتل رسول الله فقال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يحارب بشكل مستميت لحد ما استشهد في أرض المعركة ونتيجة لتشجع أنسليهم رجع المسلمين يلتفوا تاني حول النبي لما عرفوا أنه لم يقتل وفجأة الصحابة شافوا أبي بن خلف جاي على النبي فسألوا النبي هل يتقدم منهم واحد لقتاله فالنبي قال لهم لا وإنه هو اللي هيقتله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحد أبدا إلا أبي بن خلف والسبب أنه لما كان في مكة كان بيمر عليه أبي بن خلف ويقول له أنه عنده فرس وهو بيغذيه وبيطعمه أجود الأطعمة علشان يقتل النبي وهو راكب الفرس ده فالنبي كان بيرد عليه ويقول له أنه هو اللي هيقتله على الفرس ده إن شاء الله وتمر الأيام وتتحقق دعوة النبي في غزوة أحد فلما شافه النبي راكب على فرسه آم وأخذ حربه وألقاها على أبي ولكن لم يصيبوا إلا خدش بسيط في رقبته وفضل أبي يخور ذي الزبيحة فساعتها اكتمع عليه أصحابه من المشركين وسألوه إيه اللي صابه فقال لهم قتلني والله محمد فقال لهم أنه ما فيش فيه إلا خدش بسيط فقال لهم إنه قال لي بمكة أنا أقتلك فالله لو بصق علي لقتلني وبالفعل مات في طريق عودة المكة وفي خلال المعركة تعرض النبي لأذى شديد يوم أحد فمن ضمن المواقف اللي حصرت في الغزوة هي أن صلى الله عليه وسلم كان يمر في المعركة بين صفوف جيش المسلمين ولكن كان في حفرة عملها المسلكين علشان يسقطوا فيها المسلمين فالنبي ما كانش شايفها فسقط فيها النبي وارتطم وجهه في الحجارة وبدأ الدم يسيل من رأسه فلما شفوا الكفار تكالبوا عليه وبدأوا يضربوا على رأسه لحد ما الخوذ اللي كان النبي بيرتديها دخلت أسنانها في وجه النبي واتكسر فكه فلما الصحابة شفوه جريب صورة عليه بدأوا يكفوا عنه أذى المسركين وأخرجوا من الحفرة وأجهشوا في البكاء على حاله ولكن قام أبو عبيدة بن الجراح بإخراج الحديد اللي دخل في وجه النبي بأسنانه لحد ما سقطت أسنان أبي عبيدة وبدأ النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فنزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم المهم صديقي إن النصر أصبح من نصيب المسلمين وبدأوا يشيعوا القتل في صفوف المسركين وفر عدد كبير من المسركين وخلاص حسم النصر للمسلمين ولكن حصلت حاجة غيرت مجرى الأحداث فاكر يا صديقي الرماه اللي النبي أوقفهم فوق الجبل وقال لهم إنهم ما يتحركوش أبدا إلا بإذنه بس هما في نهاية المعركة ما سمعوش الكلام الرماه دول يا صديقي أول لما لأوا النصر حليف المسلمين قرروا إنهم ينزلوا من على الجبل علشان يجمعوا الغنائم ولكن أمرهم عبدالله بن جبير حذرهم من مخالفة أمر النبي ولكن ما سمعوش كلام قائدهم ونزل عدد منهم من على الجبل وتبقى مع عبدالله بن جبير حوالي عشرين من الرماه وفي الوقت ده كان المشركين بيفروا من أمام المسلمين ولكن خالد بن الوليد شف موقف نزول الرما من على الجبل وكان في جيش المشركين وكان من دواهل عرب في حنكته وفروسيته فأسرع خالد بالصعود للجبل وقتل باقي رماه المسلمين اللي كانوا مع قائدهم عبدالله بن جبير وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة وجاء أبو سفيان يتفاخر بنصرهم أمام النبي فالنبي رد عليه وقال له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فانصرف أبو سفيان فبعت النبي علي بن أبي طالب في أثر أبي سفيان علشان يعرف هو نيته دخول المدينة ولا خلاص كده هيرجعوا على مكة وقال النبي العلي إن لو قريش تجنبت ركوب الخيل وركبة الإبل يبقى ده معنى إنهم هيرجعوا على مكة أما إذا ركبوا الخيل ده معنى إنهم هيرجعوا تاني على المدينة علشان يسيطروا عليها وساعة النبي قال والذي نفسي بيده لإن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم ولما خرج علي في أثرهم لآهم ركب الإبل فعرف إنهم أصد مكة ولا حاجة لهم في المدينة أما عما حدث في المعركة كان من ضمن شهداء المسلمين يوم أحد سعد بن الربيع وحمزة بن عبد المطالب أسد الله وأسد رسول الله ولما النبي بحث عن جثة حمزة بعد المعركة لأها ببطن الوادي وتم التمثيل بجثة حمزة بشكل بشع وساعة النبي قال لهم ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ودى من شدة حزن النبي على حمزة وأتهى نزل قول الله عز وجل في سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجاء جبريل للنبي وأخبره بأن حمزة من أهل السماوات السبع وصل النبي على حمزة وشهداء أحد وأمر بدفنهم خارج المدينة وتانبي صلى الله عليه وسلم آل في الشهداء ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك وبعدها صديقي النبي كان يخشى نية قريش في الرجوع للمدينة مرة تانية فخرج النبي والصحابة في أثر قريش وأطاع الصحابة أوامر النبي فعلى الرغم من كنهم منهكين من الحرب وأغلبهم مصاب إلا إنهم سمعوا كلام النبي وخرجوا معاه فنزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ووصل النبي والمسلمين إلى مكان يسمى بحمراء الأسد والمكان ده بيبعد عن المدينة بحوالي 8 أميال فلما وصل النبي والمسلمين وجدوا جيش الكفار في المكان فكان النبي عاوز يثير الرهبة والرعب في قلوبهم علشان بس يتركوا المكان ويرجعوا المكة بسرعة لأن النبي كان لا يشعر بالأمان وهم أريبين من المدينة الموم يا صديقي لما وصل النبي عند حمراء الأسد طلب أن يأتي لي رجل من خزعة وهو في صفوف قريش ولكنه يكتم إسلامه وكان اسمه معبد ابن أبي معبد جاء معبد للنبي فالنبي طلب منه أن يذهب لأبي سفيان ويخبره أن المسلمين جايين علشان يكملوا المعركة ويثير الرعب في قلوب المشركين فبالفعل رح معبد ابن أبي معبد لأبي سفيان وقال له محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط ولما سمع أبي سفيان كلام معبد أصاب الرعب ورجع بيجيش بسرغة المكة وتسمت الغزوة دي باسم غزوة حمراء الأسد وهي تتمت أحد أحد اللي تسمت نسبة للجبل اللي قامت عنده المعركة وفي نهاية السنة التالتة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر فأم المؤمنين حفصة اتولدت قبل بعثة النبي بخمس سنوات وتزوجت من شخص يسمى خنيس بن حذافة السهمية وكان عمرها أربعة عشر سنة المهمة صديقي أنها أسلمت هي وزوجها خنيس وهجر الحبشة والمدينة وشهد زوجها مع النبي بدر أحد ولكن أصيب زوجها في غزوة أحد وتوفى بعدها وبعد عدتها بفترة خاف عمر أن محدش يتزوجها وهي لسه صغيرة في السن فذهب عمر لأبي بكر وقال له أنه بيعرض عليه الزواج من حفصة فساعتها أبو بكر رد عليه وقال له أنه لا يريد الزواج فذهب عمر لعثمان بن عفان يعرض عليه الزواج من حفصة ولكن من حياء عثمان قال لعمر يعطمه لثلاثة أيام بفكر فانتظر عمر ثلاثة أيام ولكن عثمان ما ردش عليه فذهب للمسجد فأجد عثمان خارج من المسجد ولكن لما شافه استحى ورجع دخل المسجد مرة تانية وبدأ يصلي فانتظر عمر لحد لما خل الصلاة وسألوا عن رأيه في الزواج من حفصة ولكن عثمان قال لعمر إنه لا يريد الزواج من حفصة فحزن عمر جدا وذهب للنبي يشتكي من الموقف وحكى للنبي إنه عرض بنت حفصة على أبي بكر وعثمان ورفضوا فضحك النبي وقال له إن عثمان سيتزوج من هي خير من حفصة والمقصود بيها أم كلثوم بنت النبي وقال النبي إن حفصة ستتزوج من هو خير من أبي بكر وعثمان فاستعرب عمر وسال النبي عن من هو زوك حفصة فوقتها النبي قال له إنه هو لا يتزوجها ولما خرج عمر من عند النبي كان وجهه متهللا من الخبر السمع فلما شافوا أبو بكر وعثمان عرفوا إن النبي أخبروا وألولوا إن سبب رفضوهم بالزواج من حفصة هو إن النبي ذكر ليهم إنه عاوز يتزوجها وكانت حفصة بنت عمر من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فهي صوامة قوامة كما قال عنها جبريل وكان مهرها من النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم وفي نفس السنة صديقي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة وكانت متزوجة قبل النبي من رجلين واحد اسمه جهب بن عمر بن الحارث وطلقها فتزوجت من عبيدة بن الحارث بن عبد المطالب بن عبد مناف ولكن استشهد في غزوة بدر فالنبي كان راضي عن زوجها الشهيد وكان عندها طفل وكانت تسمى بأم المساكين بسبب عطفها وتصدقها على المساكين فالنبي تزوجها في نهاية السنة الثالثة من الهجرة وعطاها مهرها أربعمائة درهم ولكن بعد زوجها من النبي بحوالي شهرين توفيت فدفنها النبي بنفسه وكذا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وفي الحلقة الجاية هنكمل سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ترجمة نانسي قنقر